الحمى يعني أمي يعني أم جوزي يعني هتحكم فيها ازاي؟ يعني أنا هتحكم في ممتي إن هي ما تباقش جوزي ازاي؟ طب ما هي شخصيتها كده؟ طب أعمل ايه؟ طب نفس الحكاية أنا لسه دخلة على جوازة جديدة لسه مرتبطة طب أعرف إزاي إن حماتي دي حمى صعبة؟ مش أقول الشريرة عشان الأمهات صعبة إن هي تبقى شريرة أنا هي في الآخر أم برضو لكن هقول إن هي صعبة شخصيتها قوية النهاردة هنتكلم على راد فلاكز وأنا لاب صح مراهو هنتكلم على الإشارات اللمبة الحمراء تنور خلي بالك لو أنت لسه دخل على جواز ايه الاختبارات اللي هتعملها لحماتك أو ايه العلامات اللي هتظهر اللي هتقولك إن حياتك دي هتبقى مريحة بعد كده؟ ولا حياتك دي هتبقى صعبة جدا 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 لأن فيه نوعين من الحمى فيه نوع حمى طيبة حمى سند حمى ظهر يعني أنا ساعات بشوف أنا ممكن نبقى ليا حمى أحن من أمي ممكن أشوف حمى تعوضني عن كل الأسور تشفتها في حياتي ممكن تبقى حماتي هي اللي بتدفع عني طول الوقت هي اللي بتبست في جوزي وهي اللي تقول له عيب وما يصحش وما ينفعش وتجيب لي حقي عارفيني الحمى اللي بتجيب الحقي دي حمى أمر يعني حمى بتخلي البيت كده منور وفيه راحة وفيه سعادة غير الحمى التانية اللي هو آه إذا كان عاجبك آه ابني كده من الأول ما حدش تحكي عليكي بتشوف حاجات غريبة من الحمى